هل عادات أبنائنا في المستقبل ستكون غربية؟ سؤال خطير جداً ولعل ليعيش اليوم معانا في هذه اللحظات وهذه الفترة وانتشار ثقافة العولمة وتصدير ثقافات المجتمعات لنا يعيش بالفعل بمثل هذا الهاجس هل أبنائنا في المستقبل ستكون عاداتهم أمريكية أو غربية؟ هل العولمة هي انتشار الثقافة أم انتشار الأمركة؟ هذه كل حقيقة قضايا اليوم تنضرح على الطاولات في المؤتمرات وفي الندوات وحتى الغرب يخاف من هذا الغزو القادم إحنا حقيقة ما عندنا أزمة مع الثقافة يا أخوان ويا أخوات إحنا الثقافة نتعامل معها بثلاث أبواب يعني إحنا إما عندنا نقل الثقافة يعني المسلمين في السابق كانوا ينقلون ثقافة الآخرين يعني الروايات الإسرائيلية في ثقافتنا وتراثنا ما هي؟ هي عبارة عن نقل ثقافة الغرب لبلاد المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وهي ما هي من ثقافتنا وإنما هي أخبار ومرويات في الكتب الإسرائيلية ولكن تلقاها علماء المسلمين حتى بعض التفاسير يعني حشد فيها المفسرون كثير من الروايات الإسرائيلية فإذن إحنا ما عندنا أزمة مع الثقافات الأخرى ولكن عندنا مشكلة لو يكون عندنا غزو ثقافي لأن الغزو الثقافي هو عبارة عن استعمار ولكن بثوب جديد الغزو الثقافي هو عبارة عن انسلاخ لثقافتنا واستبدالها بثقافة أخرى فهذا حقيقة الأمر الخطير أما التفاعل الثقافي فهو موضوع ثالث وكذلك علمائنا في التاريخ الإسلامي كان هناك تفاعل ثقافي يعني مثلاً اللي يدرس في التاريخ ويعرف ما أنتج علمائنا في الأندلس الأندلس عبارة عن حضارة تم التفاعل فيها ما بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية ثم أنتجت لنا ثقافة جديدة من العمران والهندسة والعلوم علوم الطب والكيميا والعلوم الجديدة كلها كانت من ابتكارات المسلمين طيب كيف جاءت هذه الابتكارات من تفاعل ثقافي ما بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية المتينة اللي كانت موجودة وبالتالي إذن نحن نقسم القضية إلى ثلاث نقاط إما نقل الثقافة واللي نسميه اليوم في عالمنا هي بحوث الترجمة أننا ننقل عن الغرب كما يقولون من غير ضابط ومن غير معيار وهذا حقيقة كذلك نقطة خطيرة أو الغزو الثقافي وهو استبدال ثقافتنا بثقافة الغرب وهذه كذلك نقطة خطيرة وأما النقطة الحسنة وهو التفاعل الثقافي أننا نأخذ ثقافة الغرب بما يتناسب مع ثقافتنا ولا نذوب في ثقافتهم بل نستفيد منهم لو إحنا ربينا أولادنا على هالمنهجية لا شك إنهما ما رح يتأثرون حتى لو أرسلنا أبنائنا يدرسون في الخارج سيغيرون ويؤثرون أكثر مما هم يتأثرون لأن التفاعل الثقافي هو عبارة عن أن نستفيد من حضارة الغرب من حسناتها ونترك سيئاتها وبالتالي نكون نحن أقوية بإذن الله لكن الذي ينظر إلى الواقع العربي اليوم والواقع الإسلامي العالم الإسلامي اليوم في كثير من مساحاته إلى اليوم ما دخلتها الكهرباء صوروا نصف سكان الوطن الإسلامي اليوم ما يستخدمون الهاتف نصف السكان يعني موظف في بنجلادش إذا حب يشتري جهاز واحد كمبيوتر يكلفه راتبة لمدة ثمان سنوات يعني جمع ثمان سنوات من راتبة ما يصرف منه شيء حتى يشتري كمبيوتر واحد بينما العامل في أمريكا راتب شهر واحد يشتري منه جهاز كمبيوتر شوف الفرق بين واقعنا وواقعهم نسبة الأمية عندنا في العالم الإسلامي ستين بالمية وأكثرهم نساء بينما نسبة الأمية في الدول الصناعية الغرب واحد بالمية تعرفون ما هي أكبر صناعة في الولايات المتحدة؟ يمكن بعضكم يقول صناعة الأسلحة لا وإنما هي صناعة الترفيه صوروا عام سبعة وتسعين كان دخل الولايات المتحدة من صناعة الترفيه ثلاثين بليون دولار ثمانين بالمية من معلوماتنا اليوم الموجودة في ثقافات الوطن الإسلامي معلومات غربية المصدر طيب هل عادات أبنائنا في المستقبل ستكون غربية؟ أنا أقول نعم لو لم نتحرك بجهود متضافرة متكاتفة متعاونة من أجل حماية الأجيال الصاعدة من أجل حماية أبنائنا لو لم نستطع أن نبصد ديننا وننشر بما يتناسب مع ثقافة العصر اليوم ونوعي الناس بطريقة عصرية نتكلم معهم في ديننا ورسالتنا وشريعتنا بلغة معاصرة وإلا حقيقة ستكون هناك فجوة كبيرة جدا في مجتمعاتنا وفي واقعنا إحنا عندنا عقيدة بأن النصر لنا وإحنا عندنا عقيدة بأن الغلبة في الأخير لأهل الحق وأهل الحق هم أهل الإسلام ولكن لابد من أن نأخذ بقوانين النجاح وأن نأخذ بقوانين التمكين لأن الله عز وجل جعل للتمكين سنن فإذا لم نأخذ بهذه السنن كنا نحن من أهل الهزيمة وصاروا أبنائنا يغلدون الغرب وأصبحت عاداتهم غربية بينما نستطيع وبكل فخر أن نربيهم على العادات الإسلامية والتقاليد الإسلامية والثقافة الإسلامية لو كان الوالدين بالفعل قدوة ومتمكنين في ثقافتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر